السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم وبأكد عن موضوع تبسيط العلوم لان في ساعات ناس بتسأل على التفاصيل قوي انا بحط لهم روابط او قلوات تانية او شروحات في اماكن اخرى لكن صعب ان احنا نفصل هنا كل الفروع والعلوم اللي احنا حطوناها بنتكلم على النهاردة على النورات ده الدرس التاني او المحاضرة التانية في التصليم في النباتة الزارية متكلم عن النورات ايه النورات دي بالنسبة للنبات النورات بكل بساطة هي تجمعات الازهار على محور معين يعني الصاق بتاع النبات او الفرع بيكون شايل في جزء منه المجموعة من الازهار اكتر من زهرة واحدة اكتر من زهرة واحدة بترتيب معين وبشكل معين ده بنسميه نورة تمام طيب ابي ما نتكلم على انواع النورات هنلاقي ان فيه بس بنستسني منهم حاجتين هنا ان النورات دي ممكن نلاقي النبات نفسه بنتيه بزهرة واحدة فبنسميها نورة مفردة قمية او بيكون طالع من الفرع طالع منه بنتيه بزهرة جانبية في الشكل ده فبنسمي النورة دي نورة مفردة يعني زهرة واحدة جانبية بحينا مش عدد من الازهار فيها زهرة واحدة بس اذا كان عدد من الازهار انا ملخص من كلهم في صفحة واحدة فحنشوف اذا كان النمو محدود محدود يعني معناها البرعم القمي انتهى عندي بايه بزهرة فبالتالي حيكمل المحور حيكمل منين من البرع من ايه الابطي فهم جاء عاطي الفرع اقل وينتهي بزهرة طب ده بنسميه وحيد الشعبة اذا كان هنا بيدي من البرعين دول ظهرتين يبقى ده ثناء الشعبة اذا تكرر امري طبعا هنا مفيش تفرع هنا مفيش تفرع لو حصل بقى بدل الزهرة دي لا ده حصل فرع وبعدين شاء الازهار تانية واكذا فبنسميه مركب عديد الشعب وعشان كده انا عامل ايه يعني المحور ده الجزء ده مصدر واحد اللي هو اللون الاقدر ده اللي اتنين اللي في الجنب دول مصدرهم واحد اللي هو كان البرعم اللي يتحول لزهرة الازرق ده كل الفرع ده لو كان اكثر من كده ده مصدر واحد يبقى حنلاقي كم مصدر الاخضر والاحمر والازرق والموف ده يبقى ايزا المحور بتاعي او الجزء ده متعدد المصادر نيجي هنا اذا كان فيه التفاف في النورة فبالتالي اذا كان الالتفاف ده في اتجاه واحد يعني حنلاقي الاخضر ده على يمينه الاحمر وبعدين علي منها الازرق على يمينه الموف وهكذا بنسميها قوقعية او هيلبكوينت طيب اذا كان التفارع بتاعي بيكون متبادل يعني ادي مين يصار بس في شكل زجزاجي بنسميها عقربية او ريفيديا اللي هو سكوربوينت نيجي اذا كان النمو غير محدود يعني برعم القمي موجود معنى كده ان كل ده كل المحور ده كل المحور ده اللي هو الشملاخ الزهري اللي شايل الازهار جاي من نفس المصدر فوق انا عامله البن واحد اذا كانت الازهار جالسة يبقى واحدة من اللي قدامنا دول طبعا باستثناء دي سنبولة امتى اقول عليها سنبولة لو بسيطة ما فيش فيها اي طرف الرعات يعني المحور شايل ازهار جالسة الكبير تحت والصغير فوق طيب اذا كانت السنبولة دي مدلاء يعني مقلوبة زي ما احنا شايفين البرع خلاص مكانه تحت يعني هي مدلية زي ما حنشوف الامثلة فدي بنسميها هرية وممكن تكون هنا احنا بعض الامثلة بيبقى زهرة معنقة طب اذا كانت الازهار جالسة بس الاغريض او اللي محور ده الشمراخ منتفخ بنسميها اغريضية طب اذا كان الشمراخ الزهري مفلطح او في انتفاق بسيط فوق في الجزء اللي فوق كده فبنسميها هامة او هد طبعا هنلاحظ ان هنا الازهار الكبيرة للخارج والازهار الصغيرة في المركز نفس الشيء هنا اذا كان الازهار معنقة اذا كانت معنقة وبالشكل ده يبقى الكبير تحت والصغير فوق دي عنقود بنسميها عنقودية بسيطة طب واذا كان العنقودية دي بالتبادل يبقى متبادلة اذا كانوا زهرتين مع بعض يبقى بنسميها متقبل طب احيانا الاتنين دول كده ما فيش فيهم تفرع يعني الشمراخ الزهري شايل ازهار على طول لا طب لو الشمراخ الزهري الشايل افرع تانية عليها ازهار كأنه متضاعف يعني فبنسميها عنقودية بثنائية لانه التفرع مرة واحدة طب لو حصلوا التفرع اكتر من مرة بنسميها عنقودية مركبة دول كلهم عنقودية لأما بسيطة متبادلة بسيطة متقبلة بسيطة بثنائية اذا كانت تفرع مرة واحدة او بسيطة متضعفة او مركبة اذا كانت تضاعف اكتر من مرة طيب اذا كان الازهار يبدو ان هما في مستوى واحد تقريبا بالشكل ده كده بس مش طالعين من نقطة واحدة يعني اذا الشمراخ الزهري اهو وطالع برضو الازهار بالتبادل وبالشكل ده كده وطالعين كأنهم متسويين عشان كيه بنسميهم اسنان المشط مشطية زي المشط اللي احنا بنسلح به ده المشطية دي وطبعا هنلاحظ هنا ان الاعناق بتاعة الازهار اللي تحت اللي هي الكبيرة خلاص بتكون اطول شوية اذا كانش في تفرع مشطية بسيطة طب وازه كان في تفرع يبقى مشطية مركبة او متضاعفة ايا كان عدد تضاعف دي طب اذا كانت الازهار طالع من نقطة واحدة يعني الشمراخ الزهري اهو بينتهي بنقطة شايلة كلها الازهار اذا كان طبعا دي بنسميها خيمية ايا كان وضع خيمية بسطة امتى ومستديرة اذا كان الازهار عاملة الشكل المستدير دا اذا كان شبه في مشط واحد او كده مش حنسميها مشطية لأ اذا عاملة زي الخيمة ليه ما قلناش عليها مشطية المشطية بيطلعها من أماكن متعددة أما الخيمية بتطلع من نقطة واحدة ننتبه لهذا الأمر خلاص وبيتساوي في مستوى واحد إذا البدل للأظهار دي حصل فيه تضاعفات يعني تفشيلة النورات فبنسميها خيمية مراكبة أو متضاعفة هنيجي النوعين هنا بقى هنلاقي الغرمود المحدودة دي اللي هي فيها برعم دي ممكن ألاقيها بالشكل ده كده يعني المحوى الأساسي موجودة هو بس المحاول الجانبية أو الأفرع الجانبية محدودة النمو بتنتهي بزهرة فهي غير محدودة آه يبقى شايلة نوعين من النورات المحدود والغير محدود مع بعض بس حسب إذا كان الأصل هو فوق الكبير ده هو غير محدود يبقى هي غير محدودة أو خليط طب إذا كان الأصل بينتهي بزهرة يبقى هي محدودة بس خليط لأنها شايلة الأفرع الجانبية من النوع الآخر طب تعالوا مع بعض بقى دي خلاص شفناها يا المفردة تعالوا نشوف الامثلة الازهار الجالسة او السمبولة اهي بالشكل ده كده اهي ادي الازهار بالمنظر ده كده الكبيرة تحت والصغيرة فوق ايا كان شكل هذه النورات لكن كلها ازهار ايه جالس تعالوا نبص بقى للهرية بتكون بالشكل ده كده مدلاء بتكون مدلاء حتى لو كده الازهار لها عنق بسيط زي الاستثناء ده اذا كان الشمراخ الزهن منتفخ بيعمل الشكل ده بيكون فيه غلاف بيحيد بهم بيكون ملون خلاص وبيكون ساميك جدا الشمراخ الزهن في الشاي الازهار بتكون غالبا وحيدة الجنس المؤنسة في الاسفل والمذكرة في الاعلى في امثلة تانية اه اهر بالشكل ده كده ادي الازهار المؤنسة تحت الازهار المذكرة فوق في جزء لا يحمل ازهار على الاطلاق نفس الشيء هنا بالمنظر ده كده الازهار المذكرة اهي المؤنسة تحت الجزء ده مش شايل زائدة لا تحمل اي ازهار هنا الازهار المذكرة وادي الازهار المؤنسة طب نيجي بقى لو حصل وكانت الشمراخ الزهري مفلطح بالمنظر ده كده اهو بقى مفلطح فبيشيل اللي بتكون النورة كأنها دائرة خلاص الازهار اللي عطرت في المبرة اللي هي الازهار الشعاعية ودي الازهار القرصية اللي بتبقى موجودة في النصر سعب بتبقى كلها نوع واحد وممكن تكون ايه نوعين تعال نبص هنا كمان نلاقي كمان هنا الظهرة دي نفس قريبة منها ولكن هنا اصبح في انتفاخ شوية في جزء المنتصر ده بالمنظر ده كده فدي بنسميها هامة خلاص اللي هي دي طب تعال بقى نتكلم اذا كان النورة دي راسي موز يعني بالشكل ده كده عمود واحد شمراخ زهري واحد وطلع منه ازهار سواء بالتبادل او بالتقافل ادي بالمنظر ده اهو بالشكل ده الازهار الكبيرة تحت والصغيرة فوق والمنسافات ما بين الازهار بتقل طبعا واحنا طلعين للقم حنلاقي ان في نوع تاني بقى بنلاقي ايه التضاعف لوات التفرع نفسه زي اللي فده بس اللي حصل ايه هنا متندول مش متفرعين عمقودية غير متفرعة هنا متضاعفة يعني اتفرعت مرة واحد طب لو اتكرر التفرع ده بنسميها بانيكال او المتفرعة والمتضاعف بالشكل ده كده طيب تعال ننزل على النوع اللي بعد كده اللي هو بيبقى ايه زي المشط المشطية يا اما بتكون بسيطة زي ما احنا شايفين كلهم في مستوى واحد اهو بالشكل ده اهو ادي الازهار ايه مستديرة شوية يا اما بتكون هنا بقى مركبة اهي بالمنظر ده كده طيب تعال ننتقل لنوع تاني بقى اللي هو طرعين من النقطة واحدة اللي هو القمبل او الخيمية الخيمية دي اللي هي المركبة بالشكل ده كده اهي او بتكون مفلطاحة بالمنظر ده يعني كلهم في مستوى واحد او بتكون متضاعفة بالشكل ده كده ادي الامثلة اهي متضاعفة طيب تعالى بقى نروح للنوع اللي بعد كده اولا ممكن تكون زهرة عبارة عن زهرتين التانيين بس اللي هي المحور اللي انتهى بزهر وفيه فرع جانبي بالمنظر ده وحادية الشعبة او ثنائية الشعبة يعني الزهرة كبيرة اهي طلع من جنبها الزهرتين التانيين بالمنظر ده كده اذا تكرر هذا الامر يعني بدل زهرتين في الجانبيين طلع فرعين اخرين وهكذا زي المناظر اللي قدامنا دي كده والاشكال اللي قدامنا فبالحالة دي بيكون ايه متضاعفة يبقى بتكون مركبة عديدة الشعبة او مركبة ثنائية او هنا بسيطة وحيدة الشعبة اذا كان فيه التفاف اذا كان فيه التفاف ده في شكل زجزاج زي ما انا شايفين يعني يصار يمين يصار يمين يصار يمين يصار يمين بالشكل ده كده اللي هو الزجزاجية فبنسميها دي ايه العقربية ايدي الأمثلة بتاعتنا هين طيب نيجي هنا الهيليوكويد اللي هي قوقعية لا حنلاقي الاشكال الموجودة قدامنا دي كده اهو كلها في اتجاه واحد realmنظر ده كده فده بتديني الشكل اللي هو زي القوقعية وأخيرا نيجي نتكلم على نوع خاص من أنواع النورات اللي هي النورة التينية الظهرة بتاعت التين بتكون بالشكل ده كده طبعا دي الثمرة بعد التلقيح والإخصاب الجزء ده انتفخ وهي ظهرة مقاعرة بالشكل ده شايلة عديد من الأظهار المؤنسة تحت والأظهار المذكرة موجودة فوق زي الشكل اللي قدامناهم الشكل ده بيكون شكل خاص شوية بنسميها النورة التينية طبعا نقدر إحنا نذاكر الكلام ده كله ونحفظه بسهولة لو إحنا عملنا مفتاح زي كده نشوف المحور غير محدود ألا محدود طب إذا كان محدود وناخد صفة تانية النورات كلها نوع واحد وهكذا لما نمشي لغاية الآخر هنلاقي الدنيا بقت بسيطة معنا تماما يعني المفتاح طبعا ده لسه أنا بجاهز فيه لكن ده بصورة مبدأية ده شرح مبسط جدا جدا للنورات إن كنتوا أحسنتوا فمن الله وبتوفيق من الله وإن كنتوا أخطأت أو نسيتوا شيئا فمن نفسي فسمحون على أي خطأ يعني اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا ولا تجعل في عملنا رياء ولا صمعة ولا كبر يا رب إن شاء الله ويتقبله قبول حسن إن شاء الله بإذن الله وربنا يوفق كل التلاميذ والطلاب وأبنائنا الطلاب في حياتهم العملية والأكاديمية إن شاء الله وإلى أن نلتقي في فيديو قادم قريب بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته